الموازنة تقرأ قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت تبدأ المناقشات بخصوص مواد الموازنة وتفاصيلها في القراءة الثانية طبعاً الآن مرسي النواب يستئن في جلساته المستمرة لمناقشة بنود الموازنة مع السادة الوزراء طبعاً اللجنة الموالية عدة صدافات لكافة الوزارات المعنية بالموازنة وهذه المناقشات مستمرة بصراحة نفقات مرتفعة وإحنا قدنا الآن بالبلد تقشفة لذلك اللجنة المالية قدمت مقترحات كثيرة بخصوص خفض النفقات وزيادة المعدلات الإرادات للدولة نعم أنا أعتقد أنه المناقشة الموازنة تكون مع السادة الوزراء والكادر المتقدم بالوزارة بشكل أكثر مهنية من خلال لقاءاتهم المنفردة واللقاءات الجانبية حتى يتمكن مجلس النواب العراقي بتحديد أولويات والنفقات الحاكمة لكل وزارة نعم طيب هناك سقف مخصص لهذه المناقشات التي يتم الإسراء بالتصويت عليها بالتالي يعني أنا أقول لك فات كلام واحد أنه السرعة بالإنجاز موضوع مالي قد لا أعتقده بالضرورة أن يكون جيد ولكن التأني والقراءة الصحيحة والمناقشة الصحيحة يوديك إلى موازنة بلد حقيقي هذه موازنة قانون لسنة كاملة فكلما نخرجه بشكل صحيح نشوف النفقات والريحة الحسابات وين جاية أفضل مما أنه يكون عندنا موازنة سريعة نصوت عليها بشكل سريع وبعدين نستعجل ونرجحها للبرلمان طيب أستاذ حسيني ما هي أبرز البنود التي تمثل محل خلاف انصاح التعبير في قانون الموازنة؟ يعني العجز كبير واستقطاع رواتب الموظفين يعني ما أعتقد المجلس النواب يكون إلى صوت بيها نحن بصراحة نقول الموازنة تقشف نشوف الإنفاق عالي جدا بموازنة الحكومة لاحظنا بعض البنود أو بعض الوزارات ما أخذ راحتها بعملية وضع ميزانياتها فأعتقد أنه التخفيض الموازنة بشكل صحيح يؤدي إلى إخراجها وعدم الاقتراض ونحن بصراحة الاقتراض معناها نسد العجز بالعجز ولذلك نحن بالنسبة أن نشوف وضع كل وزارة مثلا نحن نقول على وزارة العمل مثلا مثال بسيط أنه وزارة العمل طالبة أن يكون هناك 600 ألف عائلة شمول إن شاء الله بالسنة هذه 2021 جزء مننا جيد صحيح نحن معا هذه القصة لأن عوائل دول خط الفقر ممكن أنه يساعد هذه العوائل أن تتمكن بالعيش الكريم وبعض الوزارات لا بالتأكيد النفقاتها غير صحيحة هل هناك اتفاق على هذه التعديلات هنا نتحدث على خفض الإنفاق وخاصة الاستقطاع برواتب الموظفين يعني كل أعضاد مصنواب لا يؤيدون استقطاع رواتب الموظفين بشكل نهاي وقطعي يعني رواتب الموظفين أنا أقولها من خلال منبر العراقية خط أحمر لدينا رواتب الموظفين خط أحمر لن نقبل باستقطاع أي مبلغ من رواتب الموظفين طبعا يبقى التصويت لمسنواب العراقي لن أصادر رأيهم ولكنني من خلال زملائي وأصدقائي وإخوتي في مصنواب يبلغون دائما أنه لن نستطيع أن نستقطع دينار واحد من رواتب الموظفين ولن يكون هذا وبصراحة أنا أقولها نحن اليوم سعر النفط 42 دولار سعر النفط بالارتفاع لحد الآن موازنتنا توصل الموارد مواردنا 92 تريليون نفقاتنا مع الحاكمة مع الرواتب الموظفين توصل إلى تقريبا 90 تريليون عندنا حل حلة لبعض الأمور راح نستطيع أنه ننفذ بعض القرارات في مثلا قرار 315 نلزم الحكومة بإضافتهم على الملاك إن شاء الله يعني تبقى هذه قرارات نيابية عذر المقاطع لكن نحاول نسيطر على الوقت هذه الفترة في البرلمان فترة مهمة جدا فترة مناقشة الموازنة غياب بعض النواب يعني يصل العدد إلى النصف سيد حسين كيف سيتم التعامل مع النواب يعني هل هناك إجراءات محددة للتعامل مع النواب الذين يغيبون عن جلسات البرلمان أيضا ما هي أسباب الغياب يعني أتكلم بأمانة وهذه أمانة حملناها الناس يعني لحد ما مجلس النواب من أول يوم بدء لهذا اليوم هو نفسهم النواب اللي يجون هم نفسهم دامون البقية كلهم غياب طبعا أكثر من مئة نائب غائب لكل الجلسات هذه مشكلة كبيرة وأعتقد مس النواب في الجلسة السابقة برئاسة السيد النائب الأول أقر أنه على حيئة الرئاسة محاسبة كل من لم يحضر جلسات مس النواب طيب لماذا يسكت رئيس مجلس النواب عن هذه الحالة طالما تذكر حضرتك أنه منذ البداية يتغيبونهم عن الجلسات يعني أعتقد أنه أصلا أكون أسماء هناك مطالبة من بعض النواب بإعلان أسماءهم إلى الرئي العام ما هو ورد رئيس البرلمان بهذا دائما ما نعلن أسماء الحضور وإذا جنابكم تبع الإعلام وتعرفون ذلك أنه دائما نشوف نفس الأسماء أسماء الغياب لماذا لا تعلن إلى الرئيس طبعا واضحة الحضور من معلن الغياب معروفين لذلك أنا أعتقد أنه طالب السيد النائب الأول في جلسة السابقة أنه لن نحضر الجلسات المقبلة إذا ما كان إجراء حقيقي من هيئة الرئاسة إلى النواب المتغيبين أو فصلهم أو معا يعني نشوف بالإعلام يصدر أسماءهم أو مثل ما تتفضلون جنابكم لأنه بصراحة العقوبات المالية على الغياب لم تجدي نفعا بصراحة أنا اليوم نائب أغرم مليون أو لكل جلسة لا يؤثر على راتب بصراحة أقول وبعديا ما راح يأثر على عليه هو شخص هو أصلا مستغني مثلا عندنا نواب ما يحضرون ولذلك أنا أقول على هيئة الرئاسة من خلال منبر العراقية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ما إذا قانون يسمح لهم فصل النواب ما يكون مشكلة وإذا قانون يسمح لهم شنو الأجل وذلك نواب أربع لم يؤدوا اليمين أدى السورية طبعا أربع نواب وأكون نواب أدوا اليمين الدستورية ولا أعرفهم مثالي نواب ما أعرفهم يعني إحنا مقبلين على فترة حتى يعرف الناس حتى المواطن يعرف هاي نواب ما أعرفهم أكون نواب أنا نواب بالمجلس النواب ولم أغيب جلسة واحدة ما أعرف النواب هذول اللي هم مرشحين طبعا العلم مو من مكان محدد من كل مكانات وما أعتقد سيتم اتخاذ في الجلسات القادمة إجراء بخصوصهم أعتقد ذلك وأنا أقولهم إذا أنت متكابر يعني أنا ما أعرف إذا أنت متكابر على مجلس النواب العراقي لشتر الشحبي مجلس النواب وتفوز بالمقعد النيابي وتحرمنا بالتصويت والإجراءات يعني لنا باشر أقبل عندنا محكمة اتحادية نحتاج ثلثي أعضاء مجلس النواب للتصويت ونحتاج أيضا للثلثين في حال نفسنا للانتخابات المبكرة